السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن مسلسل محمد الفاتح بازن الله. وبالاخص عن شخصيتين مرتبطين ارتباط كبير ببعض. وهو شخصية سليمان بلطة اغلو. وجوستياني القائد البيزانتي اللي موجود معنا. ظهر في الاعلان بتاع الحلقة التالتة. اللي بيممثله. الممثل. الممثل طبعا الشهير في سلسلة لخاصة دوباب. السلام عليكم ادخل ببقى في حالتنا النهاردة. غيرت تتاكد انك مشترك في القناة وانفعل زر التنبيه عشان ينصلك اشعار بالحلقة جدا ولا ما تنزل. لو حاب تتابعينا على انسيجرام وعلى فيسبوك وعلى تكتوك كاتلين لينجات كلها في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدأ في حالتنا النهاردة. طبعا زي ما انتم عارفين الحلقات دي بتبقى مليئة بالحلقة. يعني تحذير كده واجب كده في البداية ان اللي انا هقوله في الحلقة دي المفترض كده انه هيظهر معنا في الحلقات القادمة. وبالاخص الحلقة اللي جاية. والحلقة اللي بعدها بازن الله. وهو هيبقى فيه حرق كبير جدا. فانا بنتكلم عن الموضوع تاريخيا. فاكيد فيه مليئ بالحرق. وخصوصا مسلسل محمد الفاتح. يعني ماشي على التاريخ بحاذفيره. فاحنا كده قدام حرق كبير جدا للاحداث. فلو حابب ان انت تتفرج وتشوف وتستمتع معي وتشوف بقى الاحداث اللي انا هقولها دي على الواقع على الشاشة تمام. حابب تشوفها بعد الحلقة تمام. بس انا حابب ان انا اعمل الحلقة دي دلوقتي عشان اعرف هل هيعملوا التفاصيل التاريخية بالزبط ولا هيعدلوا فيها ويتم التعديل فيها وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في حلقتنا النهاردة. لو انت فاكر ان فتح الكوستنطنية وحصار الكوستنطنية كان مليئ بين صلاة المسلمين فانت غلطان. فحصلت هزائم كتيرة جدا للمسلمين وفي بالذات وبالاخص في المعارك البحرية واللي هنتكلم عنها دلوقتي لانها محور الحلقة وهي محور الشخصيتين معنا. وانها في حلقتنا ان النهاردة هنستعين بكتاب فهو مصدر الحلقة دي وهو كتاب الدولة العثمانية عوامل النهوض واسباب السقوط للدكتور علي محمد الصلابي. والمرجع ده موفوقه بشكل كبير جدا. وسبق وعملنا منه حلقات كتيرة جدا. وهو زي ما قلت يعني هو مرجح حلقتنا النهاردة بازن الله اللي هنعمل منه الحلقة. طبعا زي ما قلنا ظهر معنا السليمان بلت اغلو وسليمان بلت اغلو تاريخيا كان طفل نصراني وتم اخذه عن طريق الانكشارية برضى اهله فاهله وبعتوه للانكشارية نضم اللي صفوفهم عشان يتخلصوا او يخلصوا طفلهم من المعاناة الكبيرة تحت ظل حكم البيزنطي اللي كان صعب واللي كان غير عادل واللي كانوا ظالمين جدا جدا فبعتوه وتم اخذوا للانكشارية وهو اثبت قدرتو وطلع لحد ما وصل يبقى باشا ومش بس باشا لأ ده كمان قائد الاسطول العثماني ودي حاجة كبيرة جدا جدا. اما قصة ريزو واخوه والجودة كله فالقصة دي مضافة دراميا للاحداث فقط لغير لا اساسة لها في التاريخ فما نقتلهاش في كل المصادر اللي انا قرأتها عن قصة ان هو كان ليه اخ واخوه ريزو والجودة كله فما هي الا مجرد بس يعني حماس ليك كده عشان يبينلك اه في الدراما طبعا في الدراما بيدخله حاجات ثانية. فده كل المعروف عنه قبل بدايته قبل الاحداث اللي احنا هنحكيها مع بعض والقصة اللي احنا نتكلم فيها مع بعض. على الجانب الاخر القائد جستياني فهو قائد وتم الاستعانة بيه عن طريق كسطنطين عشان خاطر يساعده ويجيب له مساعدات جاية لان طبعا السلطان محمد بدأ ان هو يمنع اي مساعدات جاية فهو السلطان استعان بالقائد جستياني عشان خاطر يدخله معونات ليه معانا وهنا هنبدأ بقى في حلقتنا ونشوف مع بعض ايه هلا حصل. خلنا الاول نتكلم عن القسطنطينية ومكان القسطنطينية فالقسطنطينية تعتبر نوع ما محاطة بالمياه من ثلاث جبهات. مضيق البصفور وبحر مرمرة والقرن الذهبي. والقرن الذهبي ده بيزي ذات كان محمي بسلسلة ضخمة كبيرة جدا لان القرن الذهبي الاسوار نحيته كانت نوعا ماء سيارة ونوعا ماء ضعيفة شوية. والقرن الذهبي ده لي قصة كبيرة جدا كنا حكيناها في حلقة ودي من امتع القصص واللي بين الذكاء للسلطان محمد الفاتح وبشكل كبير. حكيناها قبل كده وهنحكيها تاني وتالت في الحلقات اللي جاية عشان هي تستاهله بشكل طبعا قائد الاسطول البحري كان زي ما قلنا سليمان بلطة اغلق وكان بيحصل مناوشات ومعارك بحرية كتيرة جدا عشان خاطر الامدادات اللي جاية لطريق القسطنطنية لان طبعا تم فرض الحصار فما فيش اي امدادات فكان بلط اقوله بيخوض معارك كتيرة جدا في البحر يمنع الحاجات دي لحد ما جات معارقة محددة وهنا بدأ وهنا بقى بدأ اول امدادات توصل بالفعل القسطنطنية واول مشاكل تحصل واول هزائم تحصل للاسطول البحر. وطبعا المعارك دي اللي كان بيقوم بيها السلطاء الاسطول العثماني كان بمدافع والمدافع كانت قوية جدا وكان القسطنطنية كلها مرعوبة من اصوات المدافع اللي في البحر دي كلها فكان اثر اصوات المدافع ده اصلا بيرعب القسطنطنية باكمالها. وطبعا كانت بتيجي على اسوار وبتحطم الاسوار بيتم تاني ترميمها وبشكل كبير. لحد ما خلاص ما كانش بيوصل اي مساعدات الا ان دلوقتي رابرت جانوة انها تبعت امدادات. وكانت عبارة عن خمس صفد بقيادة القائد الجنوي جوستياني اللي هو هيقوم بيه لدور الممثل زي ما قلنا اللي قام بدور اه في مسلسل لقاصة دوبابل اللي معليه محور الاحداث بقى. خمس صفد محملة بالاندادات اللي جاية عن طريق جنوة للكسطنطنية ودي كانت حاجة مهمة جدا ونقطة فرقة كبيرة جدا في الكسطنطنية. فوصول المساعدات دي معنى صمودهم لمدة اطول في الحصار وفتح يتم تأجيل الفتح فيها. وكانت مهمة جدا بالنسبة للسلطان محمد الفتح والمسلمين ان المساعدات دي تقف وهنا ييجي دور بلطة اغلو بشكل كبير ان لازم المساعدات دي تقف وما توصلش الكسطنطنية لاي سبب من الاسباب. ولكن القائد جوستياني كان قائد قوي. وكان ذاكي برضو. هنا بقى تيجي دور المعرقة اللي غيرت تقريبا المسار في البدايات الفتح وبدايات الحصار. وبالفعل بينجح القائد جوستياني انه هيعدي ويهزم القسطول العثماني ويهزم بلطة اغلو ويوصل للقسطنطينية. وهنا الامبراطور قسطنطين بالفعل عينه قائد القسطول بتاعهم والمدافع عن الاسوار في المدينة كلها. يقف كده يدافع عن المدينة بقى. وهنا كانت نقطة الهزيمة يعني نوعا ما اجلت الفتحه بشكل كبير وما بدت مدة الحصار طولت مدة الحصار. طبعا بلطة اغلو يعني كان متضايق جدا ان هو تم هزمته والمساعدات دي وصلت فكان بيحاول ان هو يدخل بقى اي طريقة يعني يدخل عن طريق القرن الذهب ده ولكن السلسلة كانت قوية وكان يتم هزمته بشكل كبير وكان بيحاول يدخل يشق طريقه كده. وهنا بقى كانت الهزيمة كبيرة جدا ليه هو وده ادى ان السلطان محمد يعني خلاص الجنن بقى عليه والسلطان استدعاء بغضب شديد جدا وانا اظن ان الاستدعاء ده كان هو في الحلقة اللي موجودة في الحلقة الجاية فظهر في الاعنان التاني ولا حاجة وقال له رسالة قوية جدا قال له كده يا اما تستولي على السفن دي يا اما ما ترجعليش حي من الاخر كده يعني او اما ان نستولي على هذه السفن او نغرقها وان لم توفق في ذلك فلم ترجع الينا يعني حيا طبعا كانت برضو القاد جستياني بيكسبها والسفن بتعدي وبشكل كبير والسفن وطبعا السلطان بقى يعني غضب غضب شديد جدا من بلطة اغلو استدعاء زي ما قلنا وعنفه بشكل كبير جدا وبلطة اغلو كان اصيب في عينه ورفع عن كده الاصابة عن عينه وقال له السلطان كده ارهلقه بقى بالزبط قال له ايه قال له اه اني استقبل الموت بجنان ثابت ولكن يؤلمني ان اموت وانا متهم بها مثل هذه التهمة طبعا اللي هو متهم بالجبد لقد قتلته انا ورجالي بكل ما في وسعنا من حيلة وقوة وبين عينه كده ايه المصابة كده طبعا محمد الفاتح عضره وسابه بس يعني ما عدموش ولا حاجة ولكن عزلوا من منصبه وعين مين بقى قائد للاسطول حمزة باشا طبعا كلنا استغربنا ان حمزة حول من خين لباشا ومسك طلعت روم لحصار الا ان هو عشان تاريخيا من ده اللي حصله وما كانش خين ولا حاجة بس الدراما حولته الخائن ولكن رجعوا حسنوا من اخطائهم تاني وبالفعل حمزة باشا رجع تاني بقى هو قائد للاسطول بيقولك بقى ايه بقى هنا في الكتاب لقد ذكرت كتب التاريخ ان السلطان محمد الفاتح كان يراقب هذه المعارك البحرية وهو على جواده وقد اندفع نحو البحر حتى غاز حصانه الى صدره وكانت صفن مقاتلة على مرمى حجر منه فكان بيصيح لبلطة اغلو باعلى صوته كده يا قبطان يا قبطان ويلوح لهو بيده انت تخيل كده شغف السلطان محمد الفاتح في درجة نوعه كان بيروح البحر كده يراقب المعارك وبينزل بحصانه الحصان كان بيجي بتوصل المياه لحد صدر الحصان كده يعني ايه لهو اللحظة والحصان التاني هيغرق كان الوامب هيتجنن ويفضل ينادى على بلطة اغلو اعمل حاجة يعني من الاخر يعني طبعا الهزايم دي كلها خلت خليل باشا يعني يصطط في المياه العكرة يبدأ يقوله بقى لفتح القسطنطنية مالوش اخر فتح القسطنطنية مش هينفع فتح القسطنطنية صعب وجود ده كله عشان خاطر طبعا احنا عارفين ان خليل باشا ضد فتح القسطنطنية ولكن بالرغم من كل المحاولات دي وبالرغم من ان خلاص الهزايم دي الا ان السلطان نجيب فكرة عبقرية وفكرة حربية فاذة اللي هي في القرن الذهبي ويعني خلى السفن كده تمشي على البر كنا اتكلمنا بحلقة زي ما قولنا كده بس انا عندي شغف هن اقولها مع بعض عشان خاطر احنا خلاص قصة بلطة اقول انتهت عندي كده ولكن لسه جوستياني مكمل معنا فجوستياني مكمل لحد بداية الفتح معنا اه لان هو طبعا هرب من لان هو جبان في الاخر لما شاف ان المسلمين عدوا من القرن الذهبي والمعرقة الكبيرة دي اللي انا يعني مش عارف هاحكيها لكم ولا لأ فممكن نقولها سريعا كده ولكنها هنتكلم عنها اكيد في الحلقات اللي جاية فهو زي ما قولنا السلطان القرن الذهبي في سلسلة كبيرة جدا محاوطة من جانبين كده فمجرد ما السفن تيجي تعدي بيعمل لو انت شفت مسلسل يعني هو للأسف سرقوها من تاريخ المسلمين سرقوها من تاريخ السلطان محمد الفاتح يعني فالسلطان مش هينفع السفن تعدي خلص فالحل الوحيد ان السفن تعدي ايه هي تعدي من احنا الجوانب وتلف على السلسلة دي وتنزل البحر تنزل على الاسوار تاني فازاي بقى امتهت تعمل اللفة دي كلها فهينا بقى كانت العبقرية ان السلطان نستخدم بقى الشجر وعمل مهد الطريق خالص كده في بني الجبال امتخال الجبال واشجار وحاجات دي كلها ومهد الطريق ورفع السفن من البحر مشاها عن طريق كده الغابات والجبال والجو ده كله طبعا نستخدم كمية زيود كبيرة هنتكلم عن تفاصيل المعركة دي بس انا بقول لك باختصار بشهوائك بس وام ماشي كده معديها من السلاسل دي ونزلة البحر الجنود على الاسوار اتفاجأوا فجأة كده انهم قدامهم السفن عدت يعني وبيقولوا ايه بقى ما رأينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارج محمد الفاتح يحول الارض الى بحار وتعبر سفنه فوق كمم الجبال بدلا من الامواج لقد فاقى محمد الثاني بهذا العمل الاسقندر الاجبر وطبعا كان فيه بقى يأس اهل كوستنطنية وكانت فيه شائعة ممتشرة يأسة تسقط الكوستنطنية عندما ترى سفن تمخر اليابسة دي كانت شائعة ممتشرة بقى فخلاص يعني مجرد ما لقوا السفن ماشي كده على الارض ونزلت يعني كان المعنوي راحه بشكل جيد وزي ما قلنا نهاية كانت الجبن فيقال ان هو هرب وساب المهمته وخلع كده الراجل لما شاف ان هو هينهزم وهيموت وخلع ومصيره ما بين ان هو الهروب فقط لغيره وما بين الموت ان هو يعني مسكوه من الاخر وموته فتفاصيل الفاتح مليئة بحاجات كتيرة جدا جدا انا بس حبيت اعرف هل هيصيغوا الحاجات دي حيطة قصة بلطة اغلو زي ما هي كده وهيصيغوا المعارك والامدادات زي ما هي ولا لا اما بالنسبة لقصة القرن الذهبي دي هنتكلم عنها بالتفاصيل مع قربها في الاحداث كده هنصيغوا التفاصيل التاريخية المقروعة زي ما نتكلم فيها ونشوف المرئية هيعملوها ازاي فانتظروا الحلقة دي انها هتكون حلقة قوية انا متحمس جدا انتشوفتوني وانا بحكي لكم القصة دي هتشوفوا بقى الحلقة فعلا معمولة ازاي بازن الله لما نتكلم فيها لان انا هشرح فيها شرح كبير على خرايط وحاجات من دي فحابب نعملها الوحيدة هاتي بس ده كل ما عاز اقوله في حياتنا من النهاردة ان شاء الله نشوف الحلقة الجاي ينفذون ان الحاجات دي تاريخيا ويمشوا ويستمروا على ان هما بيعملوا التاريخ مزبوط ايهاتي لو تعمل لايك وشير للحلقة وليس يتأجل انك مشترك في القناة ونفعل زر التنمات عشان ينصرق اشعر بالحدي جدا وما تنزل لحب تابعنا على استجرام وراء فيسبوك وقناة تيكتوك واشهركم في حلقة جديدة بازن الله